أصدقائي صديقاتي نهركم سعيد من شرب شربات بالموز النهاردة في الشارع احتفال بسيدنا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أجمل الروحانيات العطرة في المولد النبوي الشريف توزيع شربات بالموز وحلاوة المولد للاحتفال بميلاد خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا كلنا عارفين أن الإسكندرانية يمكن من أكتر المحافظات اللي بتحتفل بمولد النبوي الشريف أنه هما بيوزعوا شربات بالموز في الشارع وكمان حلاوة المولد احنا هنا موجودين في منطقة كيلوباترا حمامات أو في دوران كيلوباترا حمامات ودول مجموعة شباب زي الورد حسب مستقبل وطن طبعا في كل منطقة في اسكندرية بيحتفلوا احتفالات جميلة بنفس الشكلة ويعود الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لأقصر من ألف عام وذلك عقب دخول المعز لدين الله الفاطمي لمصر تعتبر مصر من أوائل الدول التي احتفلت بالمولد النبوي وظهرت هذه الاحتفالات في عام 973 هجرية كانت هذه الاحتفالات ترفيح عن الطبقات الشعبية وكانت تقام قبل وبعد المولد النبوي فتقام أسرادوكات والولائم الفقراء وفيهم المولد كان بيخرج موكب كبير جدا اللي هو الخليفة الحاكم بأمر الله وكانت بتخرج مع زوجته وهي بترتدي رداء أبيض وعلى رأسها تاج من اليسمين ورسمها المصريين فقال بالحلوة فكانت فكرة عروسة المولد وأما الفارس اللي كان على الحصان فكان هو الحاكم بأمر الله وكان بيركب الحصان بتاعه وفي الوقت ده بصنعوا الحصان من الحلوة فكانت فرحة المصريين بذكرى مولد سيد الخلق وبتعاموا حلوة المولد من الحصان ومن العروسة وفضلوا المصريين يحتفلوا زي ما احنا شايفين لحد النهاردة بالفرحة الجميلة دي والشباب الحلوة ده طبعا ده مشهد جميل من الاحتفالات المصرية وبشكل خاصة الإسكندرونية وطبعا الاحتفالات دي في كل ميدان في اسكندرية وفي أسوأ اسكندرية وفي أماكن كتير في اسكندرية بنلاقي الاحتفالات النهاردة وكل عام وانتم دايما طيبين وأسبكم تستمتعوا بالفرحة الحلوة دي وإلى لقاء داخل احنا مرحة للفرحة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر